من جانبه قال ناقيب الصحفيين ناديا رشوان إن جلسات الحوار الوطني ستناقش موضوع وحدة الصناديق القاصة ولفت رشوان في كلمته بالمؤتمر إلى أن هناك تخوفا عند بعض المواطنين بشأن التفريط في السيادة المصرية على القناة وهذا أمر لن يحدث فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق القاصة على الهيات العامة ده موضوع اقتصادي بامتهز أتى الصندوق لكي يسيره من جديد هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا؟ هناك رأي مطبق الآن أنه لا وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم ومن هنا بعض الاتراضات تأتي من هذه الزاوية الاقتصادية وهي بالقطع كما أعطي حضراتكم مطروحة الآن ضمن جدوى الأعمال الحوار الوطن الأمر الثاني هو أمر سياسي وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري سواء من أبناء قوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود من الذين هم داخل قوات المسلحة عاملين وبالأخص الأغلبية الصاحقة من مجند القوات المسلحة من الضباط والجنود أيضا